مثلاً الإنسان أدى فريضة الحج فبعضهم يكسر من النوافل نافلة الحج سوى المكتوبة وهناك من لم يؤدي فريضة الحج وهناك طالب علم ليس له مال يدفع به رسوم الدراسة هناك أرملة علو أيتاماً لها فإذا قدر الإنسان أن النفع المتعدي أنا وكافل اليتيم كهاتين الذي يسعى على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله فإنه يقدم هذا المال ليتيم أو لأرملة أو لطالب علم أو لفقير محتاج أو لمسكين به مصغبة أهم من أداء نافلة الحج إذن هذا في العبادات المختلفة في أهم ومهم وفي أولى وفي دونه